السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزاء طلاب الصف الثالث متوسط رجعت وياكم نحل أهم الأسئلة المرشحة لمادة الرياضيات والمرشحة لامتحان الوزاري عندنا سؤال عن المتتابع الحسابية طلاب العزاء المتتابع الحسابية بها أربعة أفكار كل سؤال فكرته تختلف عن السؤال الآخر مثلا عندنا سؤال يقول اكتب الحدود الخمسة الأولى لمتتابع حسابية الحد الأول فيها سالب خمسة وأساسها اثنين هذا السؤال الشوال راح نحل له طلاب العزاء إذا انطاك الحد الأول والأساس تفتح قوس تنزل الحد الأول جي قد عندك الحد الأول سالب خمسة نزلت عندك الحد الأول وهو سالب خمسة بعدين نضيف لأساس الأساس اللي هو ثنين نضيف لأساس чي راح يصير عندك طبعا هذي بعدين تمسحها سالب خمسة زاعدة ثنين إشارات مختلفة ناخذ إشارة الكبير ونطرح يعني خمسة ناقص ثنين ثلاثة اخذنا واحدة من الاشارات اشارة تشبير الخمسة طرحنا. سالب اثنين الثلاثة زودة موجب اثنين. مين اقتها هالموجب اثنين. موجب اثنين? لان الموجب ما يكتب يما الرقم. احنا نكتبه للتوضيح لسالب اثنين Will physiologicalesses? سالب واحد زائد اثنين. سالب واحد زائد اثنين هو موجب واحد. اشارة الكبير. هسا صارت موجب. ونطرح واحد ناقص اثنين واحد. بعدين عندنا سالب واحد زائد اثنين راح يطلع عندي موجب هذن هي الحدود الخمسة الاولى بكل بساطة. ما حاجة تكتب قانون. هسه طلاب ذنني لفوق نمسحن. شوف طلاب مسحناها الان كتبت هل التوضيح. هذا كذلك سؤال اخر اكتب الحدود الخمسة الاولى المتتابعة حسابية الحد الاول فيها سالب ثلاثة واساسها سالب اربعة. راح تجي تفتح قوس وتخلي الحد الاول اللي هو شقد سالب ثلاثة. خلينا الحد الاول سالب ثلاثة. واساسها شقد عندك سالب اربعة. سالب ثلاثة سالب اربعة سالب سبعة سالب ثلاثة راح يصير عندك سالب عشرة. سالب عشرة بسالب ثلاثة راح يطلع عندك سالب تلتعاش. سالب تلتعاش بسالب ثلاثة راح يطلع عندك سالب ستعاش. بهالطريقة هذي طلاب. سالب ثلاثة بسالب اربعة سالب سبعة سالب سبعة بسالب ثلاثة سالب عشرة سالب عشرة. اشارات مش شابه ناخذ وحدة من الاشارات. ونجمع هنا دير بالك ما تقول سالب في سالب. لا ولناخذ واحدة من شارات ونجمع. وهنا كذلك اخذنا واحدة من شارات وجمعنا وهنا اخذنا واحدة مشارات وجمعنا. راح نمسح الفوق. هذا السؤال طلاب اذا نطاك الحد الاول والاساس انتبه علي الفكرة الثانية. شنة الفكرة الثانية. الفكرة الثانية طلاب العزاء. اذا نطاك حد معين وأساس. يعني شلون? اذا قال لك اكتب الحدود الخمسة الاولى للمتابع حسابية الحد السابع ستة وثلاثين. وأساسها اربعة. اول شي لازم تعرفها. حد السابع يساوي 36 يعني حد السابع يعني أنت التسلسل مرتك سبعة يعني الآين سبعة انتبه من يقولك حد السابع يعني آين سبعة حد الثامنة يعني آين ثمانية حد السابع 36 يعني الحد معناتها U الحد السابع ليتسلسلها سبعة يساوي 36 هاي لازم تعرف تستعملها تفتهم علي أهم شيء هذا انت ثلاث كلمات واحدة ثمائين ثلاثة الحد السابع معناتها الين سبعة حد السابع ستة وثلاثين معناتها الحد السابع يساوي ستة وثلاثين أساسها 4 يعني الدي يساوي أنه 4 عيد الفيديو أكثر من مرة وهاتف أسئلة هسة الحد السابع نكتب القانون you a in يساوي أن e زائدا n ناقص واحد في d n ناقص واحد في d زين. ايش راح تسوي هسا طلاب. تجي تقول مكان الان اعوض سبعة. مكان الان احد السابع يساوي. اي ما عندي انا اريده. اريد الحد الاول حتى اعرف الحدودية مالتي. الان سبعة ناقص واحد ودي اربعة. الحد السابع يساوينا. احنا جد الحد السابع. ستة وثلاثين. اذا راح نكتب مكان الحد السابع ستة وثلاثين. اذا طلاب الحد السابع ستة وثلاثين. باعوا تكتب ستة وثلاثين وساوي. مكان الحد السابع كتبنا ستة وثلاثين. الاي بعدني اريده زائد سبعة ناقص واحد ستة. ستة في اربعة. اربعة وعشرين. اربعة وعشرين. ستة في اربعة اربعة وعشرين. اه اذا كنا شو قلنا ستة سبعة ناقص واحد ستة. ستة في اربعة اربعة وعشرين. هسا هذي الاربعة وعشرين اوديها من ستة وثلاثة. راح اصير عندك ستة وثلاثين. هي موجب اربعة وعشرين راح اصير ناقص اربعة وعشرين. يساوي لأي? يساوي لأي? يسوي طلاب العزاء. وديت الاربعة وعشرين من ستة وثلاثين. صارت عندي هنا يا صارت عندي اربع عشر ناقص ستة وثلاثين يساوي لي اثناش اذا الحد الاول جقد طلع عندي يساوي حد الاول طلع عندي يساوي اثناش هس طلاب اذا طلع عندي الحد الاول اثناش راح اجي اقول انا الحد الاول افتح قوس المتتابعة ما لتي شن راح تكون المتتابعة المتتابعة الحد الاول طلع عندي اثناش الاساس جقد عندي متعلمنا موجب اربعة موجب اثناش قد راح تصير عندي ستعاش ستعاش باربعة عشرين عشرين باربعة اربعة عشرين يعني نزود اربعة اربعة ثمانية وعشرين واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة نسد القوس بهالطريقة هذي هنا عرفنا هذا نمسحن طلاب العزاء نمسحن يعني انت عندك مساحة انا عندي هذا الحبر الابيض اوكي وامسحها اوكي امسحن انتهي موضوحها هذي هي المتتابعة هي او الحدود نكتب الحدود الخمسة الاولى هي اوكي بدلا ما نكتب المتتابعة اه عفوا الحدود الخمسة الاولى هي اه نزلناها هذي طلاب السؤال مثلا يجيك سؤال سؤال خليه خلي واجب لكم اه السؤال يقول اكتب الحدود سؤال اكتب الحدود الخمسة الاولى لمتتابعة حسابية حدها اه ستعاش واساسها سارة بثلاثة هذي متتابعة هذا واجب عليكم حلو اوكي مثل ما انا علمتكم حاول تحله اوكي اه احنحل سؤال اخر السلام عليكم ورحمة الله طلاب العزاء احنحل هذا السؤال اللي هو اجه السنة اللي الماضية بالاثنين وعشرين اجه سؤال جد الحدود اللي بين الحدين جد الحد بين الحد السادس والحد العاشر المتتابعة اله حسابية حدها السادس سالب الدعش والدي سالب autre اول شي طلاب بتجي مثل ما قلتلك الحد السادس يعني تسلسلك ستة الحد السادس الحد السادس أفوا السادس يساوي لي سالب الدعش والاساس الدي يساوي لي سالب التلاثة هذي المعضايات مارتك الحد السادس يعني الان ستة. الحد السادس يساوي لسالب الدعش. الحد السادس يساوي لسالب الدعش. وهنا عندك طلاب الاعزاء تديه الاساس سالب تلافق. هسا شراح تسوي طلاب? راح تكتب القانون يو اين يساوي اي زائدا اين ناقص واحد في دي. هسا تقولي الان جقد الان ستة يساوي للاي جقد الاي ما عندي الان ستة ناقص واحد ودي سالب تلاثة ودي سالب تلاثة بها الطريقة هاي. هسا الحد السادس جقد سالب الدعش. الاي ما عندي ستة ناقص واحد خمسة خمسة في سالب تلاثة يساوي لسالب خمسطعش. سالب خمسطعش. نرجع طلاب اي 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 ناقص واحد في دي. الحد السادس. الاي ما عندي اين ستة ناقص واحد ودي سالب 3. نجي اتحد الستاز jackets الاي نزل خمسة ناقص واحد. يعرف ستة ناقص واحد خمسة في 거예요 سالب ثلاثة سالب 15 هذ глаза موجة. هس السالب خمسة وين تروح يوم سالب الدعش سالب الدعش يصير موجة بخمسة. يومها الاي ينزل عندي الاي ينزل عندي اذا سالب الدعش زارت خمسة هي سالب ستة. اوكي? اشارات مختلفة ناخد اشارة كبيرة نطرح دعش ناقص خمسة ستة. اذا الاي جد طلع قيمته. طلع قيمة الاي تساوي لنا سالب ستة. طلع قيمة الاي تساوي لنا سالب ستة. هس هنا وان شو نسوي? شوف طلاب. هو رايد بين الحد السادس والحد العاشر. يعني السابع والثامن والتاسع. يعني اطلع له الحد. يعني اطلع له الحد طلاب. السادس. السابع. وتطلع له الحد الثامن وتطلع له الحد التاسع ويريد الحد السابع والثامن والتاسع الين بين الستة والعشرة جقال سبعة ثمانية تسعة هسا تقول له الحد السابع ماذا راح يساوينا الحد السابع الين جقال تسرسلك سبعة والحد السابع عين الين سبعة الاي جقال طلعنا الاي سالب ستة زين ودي سالب ثلاثة يعني احنا ما جبنا شي من جيبنا باو عليه. هو رايد مو قال لك الحد السابع والثامن والتاسع. قل له. الان سبعة يعني رايد من الحد السابع والثامن والتاسع. السابع الان سبعة. والاي طلعنا سالب ستة دورنا عليه ولي قينا به هاي الطريقة. والدي هو سالب ثلاثة. هس افتهمنا. هس راح تجي تكتب القانون. مالتنا. وتطلع. تقول اليو اين. يساوي لاي زائدا اين ناقص واحد في دي. ياشي تطلع عليه ستطلع للحد السابع. حد السابع يساوي لاي سالب ستة. زائدا. الان سبعة ناقص واحد ودي سالب ثلاثة. زين. هسا الحد السابع سالب ستة. تلزل عندي سبعة ناقص واحد ستة. في سالب ثلاثة سالب ثمنت عشر. حس الحد السابع يجيد راح يساوي ل securely من الشاب هناخذ واحدة من الشارات. ونجمع يطلع لي سالب اربعة وعشرين.اطلع لي سالب اربعة وعشرين. هadı يا حد. الحد السابع. شوف طلاب الحد السابع. إذا نلقى الحد الثامن وين زوده الاساس? انتبهوا اياي. حس الحد الثامن. اش راح يصير عندي? الحد الثامن. هو نفسه الحد السابع ونزود الاساس زاد الدي شلون يعني? الحد الثامن هو نفس الحد السابع اللي هو سالب اربع وعشرين ونزود الاساس. الاساس يجب عندي ناقص تلاثة. نكتب اذا موجب تلاثة نكتب موجه بثلاثة ولذا هو ناقص حتى لو هنا زائد نكتب ناقص تلاثة. لعن السالب يلقي different rejection. الحد الثامن سالب اربعة وعشرين بسالب تلاثة الشارات من الشاب هناخد وحدة المشارات ونجمع. هذا هو الحد الثامن. زي الحد التاسع هو الحد. الحد التاسع هو نفس الحد الثامن ونزود الاساس. ادي. اشقد الحد الثامن? سالب سبع وعشرين. والاساس ادي اشقد عندي سالب ثلاثة. اللي هو قلنا عليه قبل شوية هياته. هنا الحد التاسع راح يساوي الاشارات مش شابه ناخذ وحدة من الاشارات ونجمع سبع وشرين وثلاثة. ثلاثين. هسه طلاب الحدود مالتنا شو راح تكون عندي? الحدود هي. الحدود اللي هي بين بين الحد السادس والحد العاشر. راح تكون هي. شو بطلاب احنا مو حد نطلعنا الحد السابع سالب اربع وعشرين. والحد الثامن اذا زودناه اذا قلنا ناخذ ثلاثة الاساس قد يطلع عندي سالب سبع وعشرين. لذا زودنا السالب والثلاثة ج individual يطلع عندي سالب ثلاثين. هذه هي الحدود مالتنا. فاحنا ما طلعناها بهتطgaryقا طلعنا السبع وعشرين لكي لنا السبع وعشرين ناخص ثلاثة بعو. سالب سبع عشرين ناخص ثلاثة يطلع سالب سبع الرئيسيين. سالب سبع وعشرين ناخص ثلاثة يطلع سالب ثلاثين. سالب اه اربعة عشرين. سالب ثلاثة. اللي شاف الفيديوهات السابقة. راح يعرف انه شنو قصدي آني. آآ بهالطريقة هذي طلاب حلينا هذا السؤال اللي هو مرشح ومهم جدا جدا جدا. راح نحل الفكرة آآ الفكرة الرابعة من هذا الموضوع. آآ طلاب قبل الانتقل للفكرة رابعة. هذا السؤال واجب عليكم. تحلونه. آآ ان شاء الله تجاوبون كلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب. العزاء رجعت ياكم ونحل اهم الأسل المرشحة لمادة الرياضيات. آآ نكمل الفكرة الرابعة طلاب. اللي هي اعطاء المتتابعة ويطلب ايجاد حد معين. اوكي. يعني ينطينا. المتتابعة. هاي الفكرة الرابعة اللي هي مهمة جدا. حللين الفكرة الاولى والثاني والثالثة. وهي الفكرة الرابعة هي اخر فكرة من فكرة المتتابعات. يعني بهذا الفيديو راح تحصل عشر درجات. لا محالة. بس ان شاء الله تفهموا يا جد الحد العشرين. آآ من المتتابعة الحسابية ستة بواحد وسالب اربعة بتسعة وحدد اذا كانت متتابعة متناقصة ام متزايدة. اول شي طلاب. اهناي قال لك جد الحد العشرين. يعني يريد التسلسل الان عشرين. هذا التسلسل مالتك. مش قد الان يريده من عندك? يريد التسلسل مالتك عشرين. هذي وحدة. ثانيا المتابع الحساب منطيك الحد الاول مالتها باع حياته. الاي جد منطيك يا? الحد الاول هو ستة. منطيك الحد الاول اللي هو اسمه اي? ستة. زين. شو منطيك بعد? منطيك الاساس قال لك الاساس انا منطيك يا بس داخل المتتابعة. الاساس شو يساوي انه? يساوي ان الحد الثاني ناقص الحد الاول. يعني شلون? يعني واحد ناقص ستة. الحد الثاني واحد ناقص ستة واحد ناقص ستة لازم تعرف الاشارات مختلفة اخذ اشارة تشبير واطرح يطلع لسالب خمسة لهنا اوكي اوكي اذا طلعنا الحد طلعنا الاين والاي وطلعنا الاساس راح نكتب المتتابع اي واين يساوينا لازم نتحافظ هذا القانون اي زائدا اي ناقص واحد في دي واضحة واضحة هسا اي واين الاين اش قد عندي الاين عندي عشرين يساوينا الاي اش قد عندي الاي عندي ستة زائدا اين اللي هو عشرين ناقص واحد والدي هو سالب خمسة هذا ايجا وزاري مرتين هذا السؤال الحد العشرين يساوينا طبعا مع تغيير ارقام مرة ايجا نصا مرة غيروا الارقام ستة تنزل عندي عشرين ناقص واحد تسعتاش تسعتاش في سالب خمسة تجي على الصفحة تقول تسعتاش في خمسة خمسة وتسعة خمسة واربعين خمسة في واحد خمسة واربعة تسعة اه اه العفو خمسة في واحد خمسة وهي اربعة تسعة يساوينا لان سالب سالب خمسة وتسعين الناتج. اذا الحد العشرين راح يساوينا ستة ناقص خمسة وتسعين ساوينا سالب تسعة وثمانين. هذا هو هاي هي المتتابعة. هاي هي المتتابعة الحد العشرين طلع لنا سالب تسعة وثمانين جدا سهل. نحل سؤال اخر على نفس الناتج. هذا راح يكون عليكم واجب. اه اكتب الحد الثالث والعشرون من المتابع الحسابية والثالث والعشرين عفوا من المتابع الحسابية. ثلاثة سالب واحد سالب خمسة سالب تسعة. الحد الثالث والعشرين يعني الان اش قد? الان يساونة ثلاثة وعشرين. اوكي. من المتابة الحسابية الحد الاول اي ما لاتها وناطكية ثلاثة. والاساس الدي هو الحد الثاني ناقص الحد الاول. الحد الثاني ناقص الحد الاول. هاي ايوه معناتها الحد الثاني ناقص الحد الاول. تقدر تكذبها باللغة العربية. الحد الثاني ناقص الحد الاول. حد الثاني سالب واحد. والحد الاول سالب هالما القانون والثلاثة هياتها نزلت. الاساس الاشارات من الشاب هناخذ واحدة من الاشارات ونجمع. سالب واحد سالب ثلاثة سالب اربعة. طلعنا الحد الاول والاساس يو اين يساوينا اي زاعدا اي ناقص واحد في دي. يو اين الان اشقد عندي الان ثلاثة وعشرين. والاي اشقد عندي الاي عنده ثلاثة هياتها الاي ثلاثة. الان هو ثلاثة وعشرين ناقص واحد وعندك اهنا يديه سالب اربعة. هس الحد الثالث والعشرين راح يساوينا ثلاثة تنزل عند اللي هي الحد الاول. ثلاثة وعشرين ناقص واحد اثنين ناقص اثنين وعشرين. اثنين وعشرين. اذا تجي تكتب هنا خفيف بعدين تمسحها. ثلاثة وعشرين فيه سالب اربعة. سالب ثمانية وثمانين. اثنين وعشرين في اربعة ثمانية وثمانين. اثنين ثلاثة وعشرين يساوي انه سالب خمسة وثمانين هو الحد الثالث والعشرين. هذا راح يكون السؤال عليكم مواجب. انا دائما الفيديو ما نتموه باكثر من خمس دقائق بس بهذا الفيديو لان اربع افكار حاولت ان طلب كلهن بفيديو واحد صار فيديو تسعة عشر لاتمتعة دقيقة. اتمنى طلاب النجاح والتوفيق للجميع. اه حاول اه انه تضبط من المواضيع ذلك عليها العشر درجات. هالورقة راح تلقونها بقناتي على التليجرام. رابطها موجود اسفل وصل فيديو. شكرا لكم مع السلامة.